ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد من بحفظة إدلب السورية وضمان الهدوء فيها من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات السابقة والالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها والتأكيد على ضرورة استمرار مكافحة مبادرات الانفصال والحكم الذاتي غير المشروعة التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوى هذه الخلاصات التي تعتبر بعضا مما جاء في البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني وعقدت عبر تقنية الفيديو شكلت محاور أساسية في أعمال القمة البيان المشترك للقمة التي تعد استكمالا بمسار قمامي ومحادثات أستانا التي بدأت اجتماعاتها في العاصمة الكزاخية مطلع عام 2017 أكد على عدم وجود حل عسكري للصراع في سوريا وعلى الحل من خلال العملية السياسية السورية السورية وخلال أعمال القمة هاجم الرئيسان الروسي والإيراني قانون قيسر والعقوبات الأمريكية التي فرضت على نظام الأسد روحاني وصف وجود القوات الأمريكية في سوريا بغير القانوني مطالبا بإنهائه فورا وكأن ميليشيات إيران الداعمة للأسد حصلت على حق الوجود هناك من جانبه قال بوتين أنه يجري تمهيد الأوضاع لحل الأزمة السورية دبلوماسيا وسياسيا بمساعدة الأمم المتحدة كذلك أكد بوتين على الحاجة إلى حوار سلمي بين من وصفهم بالأطراف المتحاربة في سوريا متناسيا أنه طرف أساسي في الصراع على أراضيها منذ سنوات وأن آلته العسكرية قتلت ودمرت ولا تزال السوريين ووطنهم وتأتي هذه القمة الثلاثية وسط أزمة معيشية واقتصادية خانقة يعيشها السوريون منذ سنوات عدة تفاقمت مع بداية تفعيل قانون قيصر وعلى وقع تحذيرات منظمات إنسانية من شبح الجوع الذي بات يهجد أكثر من نصف سكان سوريا وتأكيدات أوروبية خلال مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا ودول المنطقة بعدم مشاركة أوروبا في إعادة إعمار سوريا دون توفر الحل السياسي ترجمة نانسي قنقر